اعلنت وزارة الصحة ان مجموعة من اخذت تطعيم المضاد لفيروس كورونا في مملكة البحرين حتى الساعة التاسعة من مساء يوم امس السبت قد وصل الى اربعة وثمانين الفا ومائة وخمسة وسبعين شخصا واجددت الوزارة الدعوة للمواطنين والمقيمين للتسجيل عبر القنوات الالكترونية المعتمدة في اطار الحملة الوطنية للتطعيم مؤكدة في الوقت نفسه همية الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح في الوقت المحدد لضمان فاعليته لقاح تمت الموافقة عليه ليعمل وبداء على التوجيهات الملكية السامية على توفيره بالمجان لدى جميع الراغبين بالحصول عليه ما ينوف على اربعة وثمانين الف شخص من افراد المجتمع ككل تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا في البحرين حتى اللحظة وان تنامي اعداد الحاصلين على اللقاح بشكل متسارع يرجع الى سؤددة النهج الارشادي والتوعوي الذي تتبناه الحملة الوطنية للتطعيم وحرصها على تنفيذ خطط الحكومة الاستباقية لتحقيق اعلى درجات الامن الصحي في المجتمع البحريني الواعي لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتحجيم فاعليته وامتداده في عندنا جرعتين الجرعة الاولى المفروض ان المرض يكون مسجل ويوصل المسج في اي مركز في وقت معين ويتجه الى قسم السجلات اول ما يوصل بالاستكارات يجي التامريض ودارك ان احنا نشوف هل ان شنو يعني اناصب التطعيم ما يناصبه هل عنده اي مضاعفات ما عنده مضاعفات اي احترازات ونطعم المريض الجرعة الثانية طبعا يتوجه دارك تحقل الريسبشن ويسجنونا ويجي النا نفس الحالة ولا يمكن ان تتحقق فاعلية التطعيم الا من خلال اخذ جرعتين منه فبعد مرور واحد وعشرين يوما على اخذ الحالة للجرعة الاولى من المطعوم يتم التوجه نحو ذات المركز الصحي لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح وعند بلوغ اليوم الخامس والثلاثين تبدأ الادسام المضادة بالتكوين خدت الجرعة الاولى ولا صار فيني اي شيء كل اللي عندي ايمان ان هذه هي الخطوة الصحيحة وما في داعي واحد يشتكي منه ان هذه الجرعة الثانية الحين على الوقت بالضبط مرورة السابع عليها وان شاء الله خير هو تفاديا الى المشاكل اللي حاتحين في العالم والامراض منتشرة وما فيه الا هالطريقة هذه ان الانسان يستجيب الى الدعاء للوطن من سلامة الوطن كمان انه يعني هم انت تكون سليم وفي نفس الوقت يعني مسؤولية انه انت ومسؤولية ناحية غيرك كمان ان الواحد لما ياخذ اللقاح يعني هو يحصن نفسه ويحصن غيرك احنا بالاساس ان الكورونا تروح عن العالم كامل واحنا جاينا الطعام عشان ما يصيدنا ولا يصيد الناس ولا شيء شدي نزين وانا اليوم جاي مع زوجتي من الطعام التطعيم الثاني اليوم البحرين واحدة من تلك الدول التي سارعت نحو ان تكون جزءا من تكاتف المجتمع الدولي ومساعيه الجادة الرامية الى التصدي لفيروس كورونا وتثبيط سرعة انتشاره ان التطعيم صون وامان وخط دفاع اول لصحة الافراد والجماعات وهو الضامن لبقاء محيطهم الاجتماعي سالما معافى من اي اعتلال قد يخل بتوازنه وتوازن مجالات العمل الرئيسية فيه لتلفزيون البحرين محمد رشيدات موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة